وصلنا لمساحتنا الطبية أكيد سلمة، هنحكي اليوم ضمن مساحتنا الطبية مشاهديننا عن موضوع الولادة القيصرية بنشوف سلمة كتير اليوم الصبايا عم يخافوا من موضوع الولادة الطبيعية فمن دون اي اسباب، من دون اي مشاكل صحيح أحياناً الصبvocalة بتروح فوراً وبتقرر مع الدكتوره انه لأ انا اليوم بولادتي بديكون ولادة قيصرية ما بدي عيش مرحلة الألم الطبيعي والمخاط وهؤلاء الأصاص اليوم ضمن مساحتنا الطبي حنحكي عن الولادة القيصرية أهم المضاعفات والمشكلات وشو ممكن تسبب بعد هاي الولادة أكيد معلومات كتير مهمة وأسئلة حتى جاوبنا عنا الدكتورة ميرا البكري حضرتك طبيب التوليد وأمراض نساء صباح الخير لإليك صباح النور نساء صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك بداية خلينا نحكي عن الولادة القيصرية إجراءات متعددة قبل وبعد الولادة القيصرية ولكن الناس بتسأل شو يعني ولادة قيصرية وليش أنا بالجألة تمام الولادة القيصرية بالتعريف هي إجراء شق جراحي نجري على جدار البطن والرحم لاستخراج محصول الحمل المقصود بمحصول الحمل هو البيبي هو المشيمة السائل الأمينوسي الأغشية وكل ملحقات الجنين كل هاي المكونات نحنا بنشيلها بنطالعها بالولادة هلأ لفظة قيصرية مشتقة من كلمة قيصر القيصر هي لفظة لاتينية بمعنى بضع أو قطع أو شق يقال ببعض الروايات أن يوليوس قيصر مشتقة أيضا اسمه من كلمة القيصرية لأنه بولادته كانت عسيرة وولادته فيه كانت عسيرة كثير فاضطروا ببضع بطن أمه يعني بشق بطن الأم وولادة يوليوس قيصر عن طريق القيصرية وهي رواية سراحة ما في شي موثق للماني هاي باختسار تعريف القيصرية تمام اليوم مثل ما أنا هيك من القديم اليوم الصبايا عم بيروحوا أكتر لموضوع القيصرية هلأ ما رأيت فترة قالوا أنه ممنوع العملية القيصرية إلا إذا كانت صبيعا جد هي بحاجة أنها تدخل غرفة العمليات صار في نسبة كبيرة خليل نحكي عن النسب القيصرية محليا وعالميا من خلال أحصاءات من خلال دراسات يعني من خلال اطلاعك أكيد على هذه الصحة تمام هلأ منظمة الصحة العالمية أوصت أنه نحن ما فينا نعمل قيصرية لأي سيدة حامل إلا باستطباب معين ولكن للأسف الاستطبابات هي ما عم تاخد مجراها الحقيقي أو مسارها الطبيعي حيث أنه ببعض الدراسات في دراسة أجريت ما بين 2010 و2018 على شيء 154 دولة كانت كانت نسب القيصريات تقريبا شيء 21 بالمئة مقابل ولادة طبيعية شيء 79 بالمئة وهي نسبة كتير عالية عالميا تعتبر نحن ما عم نحكي على دول العالم النامية عم نحكي على كل طبقات المجتمع على كل الدول تقريبا هي شملة كل الدول هي الدراسة أخدت دول الأمريكا اللاتينية النصيب الأكبر بالنسب تقريبا كانت شيء 44 ونص مقابل مثلا عندنا كانت أقل النسب بأفريقيا المدارية يعني دول أفريقيا كانت شيء 3 ونص النسب هلأ هذا الشيء يعود كمان للوضع الاجتماعي الذي يشجع أكيد بدول نامية مثلا بدول فقيرة مثل أفريقيا أنه يولدوا طبيعي أكتر من دول مثلا أغنى شوي في تشجيع أكتر على الثقافة الصحية مثلا من بعض هيك المثير للاهتمام أنه بهذه الدراسة قالوا أنه إذا ضلت هالنسب هيك ماشية بال2030 نحن رح نكون نسب القيصريات تقريبا شيء 30 بالمئة وهي نسبة كتير عالية يعني هلأ بالنسبة للدراسات المحلية اللي أماني نحن ما في عنا دراسات موثقة الدراسات الأحصائية ناقصة ولكن بورقة بحثية منشورة كانت بال2013 صدمت بنسبة القيصريات كانت 65 بالمئة المبرر كان بالأزمة أنه مثلا كانت الناس تحس بالخطر أنه تطلع بالليل فكانوا يمنهجوا القيصريات أو يجدوا لها بوقت معين أنه خلص مدام أنت رح تولدي بالساعة الفلانية فتضطر أن السيدة تولد بهالوقت هاته ولكن مثير للاهتمام كمان أنه في دراسة مشرت سنة 2020 2021 بمشفى الزهراوي هو مشفى تابع لوزارة الصحة أنا انتقلت عليه من فترة أصيرة يعني المثير للاهتمام أنه نسبة القيصريات نزلت عندهم نسبة تقريبا كانت 20.2 إلى 19.5 وهي نسبة مبشرة دليل أنه يعني المريضات عم يحصلوا على التوعية على تثقيف أهمية أنه نتوجه للولادة الطبيعية أكتر من الولادة القيصرية طيب هون بدي أسألك نحن دائما بنحكي أنه في أسباب معينة تتجه إلى الدكتور اللي هو بيعالج هاي السيدة قبل ما يروح معها لخيار الولادة القيصرية شو هي هي الأسباب لحتى أنا أقول لا هاي السيدة بحاجة أنه هي تدخل وتعمل عملية القيصرية تمام هلا الأسباب هي واسعة ولكن نحن للمنهجة ونقسمها محتاجين أنه نعرف أنه نحن بالولادة بشكل عام لدينا مكونين أساسيين هنين الأم والابن أو البيبي الطفل يعني الجنين فإذا بدنا نقسم هالأسباب بدا تكون أسباب تخص الأم أسباب تخص الجنين فأهم الأسباب للأمانة لدينا في الشرق الأوسط وحتى بكل الدول تقريبا هي رغبة الأم الأم دائما بتفضل أنها تولد بالشيء الأيسر بالنسبة إلى أأمن؟ معنو الأأمن هو الأيسر هي آمنة وليست الأأمن آمنة ما فينا نقول أنه الولادة القيصرية غير آمنة هي آمنة ولكنها يعني ليست الأأمن ممكن نقول تقدم بالعمر أحد أهم الاستطبابات ليخليني أنا ولد مريدة بولادة قيصرية بدل الطبيعي أي سيدة فوق 35 سنة خاف أني أعطيها تجربة ولادة طبيعية لأ بتوجه أكثر للقيصرية لأنه بتخف مرونة الأنسي جي كولادة أولى يعني أما إذا هي ولداني من قبل هيك لأ عادي أنا بولدها ما في مشكلة بعطيها فرصة لولادة طبيعية أسباب مهمة كمان ممكن تخليني ولدها قيصرية ممكن لدينا الاضطرابات القلبية الرئوية أمراض مثلا مثل الأمراض المنتقلة بالجنس مثل الأيدز لأنه شي كتير مهم هدول الأمراض أنه نتوجه للقيصرية بالإضافة لسرطان عنق الرحم هو أحد أهم الاستطبابات للأمانة بالقيصريات تمام اليوم الصبية وقت اللي بتكون حتدخل بشهرة هلأ نحنا بنعرف بالمخاض الطبيعي نحنا بدنا ننتظر ساعة الولادة يعني اللي غير معروفة القيصرية عم يتم تحديدة الطباء عم بيقولوا أنه بعد 15 يوم من دخول شهر التاسع أنه فيك تلدي في صبايا عم يكونوا شوي مستعجين عم يروحوا لأ أنه بعد أسبوع اليوم شوي الأثار السلبي قيمت هو التوقيت المناسب وهل صحيح أنه الطفل إذا كانت الولادي كتير مبكرة عم بيتعرض لنقص الأكسجي وعم نضطر نحنا وقتنا ندخله حاضنة تمام هلأ أوسط الجمعية الأمريكية للمولدين والنسائيين والأكاديمية الأمريكية كمان لطب الأطفال وهنا هو المراجع الأساسية للأمانة المرجعية الأولى للأمانة الطبية بالعالم بأن القيصرية لا تجرى قبل الأسبوع 39 الحملي يعني كل سيدة نحنا لنعرف هي وين صارت بالحمل لازم نوضح أول شيء أنا دائما أقول للمريضاتي أنه كل مريضة عندها موبايل فهي لازم تستخدم موبايلة بشيء في ذا لما منسأل سيدات أيمات آخر دورة تمثية بتقول لك ما بعرف أنا أيمات آخر دورة تمثية فيها تعمل نوت بالملاحظات وتسجل كل شهر أيمات دورته وهذا شيء بيكون بشكلنا دقة جيدة بتحديد موعد ولادتها غير حسابات الإيكو غير حسابات الإيكو أدق موعد لتحديد عمر الحمل هو آخر دورة تمثية الإيكو هو بيقدر تقدير ولكن إذا نحنا لدينا موعد آخر دورة تمثية نحنا بنكون بنعرف بالضبط أيمة آخر يوم لازم سيدة تنطره أو يعني يصير فيه الولادة يتم فيه الولادة الأسبوع الموصفي هو 39 حملي طيب دكتورة خلينا كمان نحكي اليوم شو الاستطبابات حكينا في بعض الحالات اللي قلتي عنا إذا فينا نعتبر هل هي كل هاي الحالات فقط اللي أنا بقدر ألجأ فيها للولادة القيصرية وإذا فيه سيدة مثلا بنسمع فيه سيدات بيخافوا مع تقدم العمر إنه إذا عندها ولادة أكتر من ولادة طبيعية فهذا رح يعمل عندها أمراض بالمستقبل يعني كثير بنسأل وقت بيروح هذا لأمراض المساني أو غيرها كم ولادة طبيعية عندك؟ هذا الشيء إنه ممكن يؤدي لارتخاء بالعضلات وما إلى ذلك فهل فيه سيدات ممكن تلجأ للولادة القيصرية لحتى ترتاح بالكبر من أمراض أخرى ممكن تؤدي؟ ما فينا نغفل عن أهمية أنه فعلا الولادة القيصرية ممكن تقلل تقلل ما بتنهي الموضوع هي ممكن تقلل فقط من نسب الهبوط الأعضاء التناسلية ولكنه ما بتلغي الهبوط الهبوط هو أهبة استعداد عند السيدات نوع كل جين موجود قابلية للمرونة موجودة عند هاي السيدة بالأعضاء أو لا هاي السيدة وكل السيدات أنا دائما بنصحهم أنه فيه تمارين موجودة على اليوتيوب ممكن يشوفوها هي اسمها تمارين كيغل هي موجودة لتقوية أرضية الحوض بالولادة الطبيعية أو بالقيصرية ينصح بإجراء هاي التمارين لكل سيدة أو حتى لكل صبية يعني حتى قبل الزواج أنا دائما نقول أنه مفروض هاي التمارين يكون موجودة بالنادي تابعة وتمارسها كل صبية لأنه هاي الشيء رح يفيدها لأدام يعني حسنا بالنسبة للإستطبابات نحنا اتطرقنا للإستطبابات الوالدية فقط في عندي أسباب بتخص الجنين تقريبا بالقيصرية إذا كان حجم البيبي كبير إذا كان مجيئه يعني نحنا عادة البيبي بيجي برأسه بيخلق برأسه أكبر رأس بيكون الرأس بيكون الرأس باتجاه الجاذبية هلأ في مجيئات معيبة ممكن يكون البيبي بعرض البطن ممكن يكون البيبي مقعده للأسفل باتجاه الجاذبية هاي كلها أستطبابات ممكن توجهني كمان أنه هاي السيدة ما خاطر بهذا البيبي لأنه رح يتعرض لشدة لأنه رح يعمل له شيء سترس معين يخليني أنه ما تكون مرتاحة بالنتيجة تمام هلأ السيدة بتروح للولادة القيصرية بيكون عندها احتمال أنه مرة تانية ترجع للولادة الطبيعية أو لا؟ تمام هلأ هذا موضوع كتير كتير حلو وممكن نعمل عنه كمان حلقة تانية نحن تجربة الولادة الطبيعية بعد قيصرية هي موجودة عالميا ولكن للأمانة عندنا بميله أكتر أنه أي سواب قيصرية أنها تتوجه فورا للقيصرية طيب ليه أنه ما بيصبروا عليها يمكن لأنه فيه خوف من مواجهة التمزق الندبة تمزق رحم نحن عم نحكي عشريان يعني فقدان الدم في ثلاثة لأربع دقايق ممكن يودي بحياة المريضة ممكن يودي بحياة الجنين فتخيل بعض المشافي عندها خوف تقريبا بتدبيه هالحال كيف تجارب؟ هلأ مش فالزهراوي هالمشفى اللي أنا قريت منه هاي الدراسة قيصرية بعد طبيعية؟ تمام بيعملوا طبيعي ولادة طبيعية بعد القيصرية بس قيصرية واحدة يعني أكيد أما سواب القيصريتين يعني سيدة عاملة قيصريتين بأفض بعض خلص أكيد قيصرية هاي رح تولد بس إذا كانت عاملة قيصرية وحدة هاي القيصرية بدون استطباب شو يعني دون استطاب يعني السيدة والله مدام أنا بدي أعمل العملية خلص يعني لإله ما كان في داعي لإله يعني ما في أسباب أو مثلا أسباب يعني هاي الخلبية تكلس المشيمة هوت الرحم هاي سكر على البيبي طلع على البيبي هاي القصص كلياتا هاي أسباب خلبية للأمانة يعني هاي الأسباب ممكن أنا يعني ما فيني أقول غامر يعني كون جريء أو بعطي السيدة تجربة ولادة طبيعية هون الوقت بيفرق يعني اليوم مثلا إذا السيدة جايبة جنين سنة أو سنتين أو ثلاثة بيفرق الوقت أيضا بتحديد مرونة هذا الاختيار للأمانة هو الوقت مهم ولكن العامل الأهم هو سماكة الرحم لهيك نحنا عنا بأجهزة الإيكو يعني في قياسات مهمة بنقيس فيها سماكة الندبة مترح ما نحنا شقينا الرحم بنقيس فيها سماكة الندبة بنشوف قديش هي السماكة إذا بتأهلني إنه قيصرة رح قيصرة إذا بتأهلني إنه أعطي تجربة ولادة طبيعية أكيد يعني رحها خليها تحصل على هاي الفرصة اللي هي فرصة حلوة يعني أنا بتمنى لكل أم إنها تحصل على تجربة الولادة الطبيعية يخاف بكل الحالات يعني الأمانة أنت مسؤولة عن روحين مو عن روح وحدة يعني خلينا نحكي اليوم شو هي أهم الأرشادات الإجراءات المفروض للصبية إنها تساوية قبل بيومين ثلاثة أسبوع اللي هو قبل العملية القيصرية تمام وقبل دخول غرفة العمليات نحنا إذا بدنا منهجة بدنا منهجة القيصرية لعنا مبدئيا لمرحلة ما قبل الجراحة تمام مرحلة أثناء الجراحة ومرحلة ما بعد الجراحة تأسيمة ما قبل الجراحة يعني أنا ممكن نوجه إرشادات بسيطة هيك لكل المريضات مريضة ممكن عندها قيصرية بإلا مدام لازم أنت توقفي أكل قبل تقريباً 8 ساعات على الأقل توقفي شرب الماء قبل 4 ساعات الحلاقة ممنوعة مفروض قص الأشعار عند العاني لإجراء القيصرية إذا هي مدخنة وبدينة أنا بنصحها أكيد لازم توقف تدخين لأنه نسبة الإنتان رح ترتفع عندها للضعف إذا كانت سكرية وعندها ضغط المفروض أنها كمان تضبط قيم السكر وقيم الضغط كمان عندها بالنسبة للتخدير التخدير أكيد رح ألأ التخدير المفضل إليك يا مدام هو التخدير القطني طبعاً بسياق جائحة كورونا أكيد يعني ما لازم نحن أصلاً نخدر يعني أي مريضة بتخدير عامي يعني مفروض تتخدر كل المريضات قطني حتى لو كان رغبة المريضة أنها تتخدر بالتخدير العام التخدير العام يعني أنت عم تستخدمي المنفسة هاي المنفسة بغضون أي جائحة هاي الجائحة رح يكون في خطورة انتقال المرض من مريض لمريض قد ما كنا متبعين إجراءات الحماية والسيفتي لهالمرضة فأنت بلحظة ممكن تكوني نقل سيلة إصابة وأنت بدون ما تقصدي عرفتي كيف فنحن بنفضل التخدير القطني هاي من ناحية الأم بالنسبة للجنين كمان تخدير القطني أفضل بالنسبة له مشان الجنين ما يصير عنده رخاوة ما يتأخر صراخه ما يصير عنده عسرة تنفسية أو زلة تنفسية عابرة كلها هاي من تأثيرات الجانبية للتخدير هاي بالنسبة للنصائح مقبل الجراحة أثناء الجراحة رح إلا لكل سيدات جرحنا هو 12-15 سنتي ما رح يكون 30 سنتي مدة الجراحة هي تقريبا 30-40 دقيقة ماكسموم إذا كانت جراحة ميسرة بالنسبة للتقنية نحن عم نفتح الجلد عم نفتح طبقات البطن عم نوصل للرحم عم نتالع البيبي الحلو عم تسمعي صوته لما تكوني أنتي مخدرة قطني عم بتشوفيه أول ما يخلق يعني هاي تجربة جميلة جدا أنا كل ما بيخلق بيبي عائدي بخلي الأم تشوفه أنا بشعر بسعادة ما بالك الأم كيف هي بشعر بهاي السعادة وبالخيطان نحن بنخيط كل هالطبقات ضمادك ما لازم يتبدل غير بعد 48 ساعة مو لازم نبدله بعد ساعة سبع طبقات عم تتخيط؟ تقريبا سبع طبقات أحيانا عم تتخيط عن بعض المدارس في مدارس تانية بتتخيط طبقات المنطبقات يعني الضماد لازم يتبدل بعد 48 ساعة إذا كان مبتل أو متسخ ممكن نبدله أبكر من هي بالنسبة للخيطان ما في شي اسمه خياطة ليزر يعني رفع الساويات الثقافية للمريضات مهم جدا ما في شي اسمه خياطة ليزر نحن عنا نوعين من الخيطان تجميلة خيط ممتص خيط غير ممتص ممتص يعني الجسم رح ياخده ويعتبره جزء منه وبعد فترة من زمن هذا هو الخيط اللي نحن بنقول ليزرية للمرضى المريضة ما عم بتشوف شي من برع أما الخيط الأفضل أنا برأيي هو خيط النايرون يلي المريضة بتراجع طبيبة بعد أسبوع وبينسحب هذا ندبته أجمل ويعني أفضل جماليا هلأ الاثنين بيتركوا نفس التأثير ولا لا في فرق هلأ الندبة خيط النايرون أجمل من ندبة الخيط الثاني الممتص ولكن خيط الممتص هو أريح للمريضة يعني بعد أسبوع هي بتشيل ضماضة بتتحممه خالصين بيروح بيختفي تمام هي ما عم بتشوف شي هاي بالنسبة لإجراءات أثناء الجراحة بعد الجراحة استشفائك 24-48 ساعة مفروض ما بيصير تخلصي قيسريتك وتقولي لي بعد ساعتين بدي أطلع بدي أطلع بره المشفى تمام أنت محتاجة إلى شوية متابعة بالإضافة أنه أنت محتاجة إلى مسكنات للألم محتاجة إلى استلقاء للحركة باكرا ما أمكن ممكن نقوم بالحركة صحا هاي بالنسبة للإجراءات كاملة يعني بالقيسرية من قبل وخلال وبعد الجراحة هلأ في نقطة كتير مهمة حكيتي بموضوع التخدير القطني ولكن أكيد التعويل الأكبر على المريض يوم مريدك إذا ما عنده هذا التهيئي النفسي أو عنده خوف كيف حتقدر يعني كيف الطبيب التخدير حيقدر يعمل هذا التخدير وخصونا نحن بنعرف أنه هو عم يجي بفقرة كتير حساسة فمفروض تكون قوية يعني هي متهيئة نفسيا وجسديا لهذه الفكرة ولكن شفنا كتير حالات أنه بفوتوا على أساس قطني بعد شوي أنه سمعي بكي عم يبكوا وكذا في حالة خوف كتير عم تصير فبهيك حال يعني اليوم الطبيعة ميقدر يهدي المريض اللي نروح على التخدير القطني أو لا عم نروح على التخدير العام هلأ للأمانة هذا الشي بيلعب دور فيه الأرياحية بين الطبيب والمريض نحنا الأهم من الولادة والتخطيط للقيسرية هو التخطيط للحمل يعني في عنا شي اسمه بريكونسيبشن كير يعني هاي فقرة مهملة عنا صراحة بالشرق الأوسط أو حتى نقول بسوريا ما فيني أظلم برا التخطيط للحمل هو فقرة كتير مهمة بتكسب كمان ثقة بين المريض وطبيبه فأنا مريضتي لما عم تجي على عيادتي الخاصة أو ربما عم تجي لعندي عمشفى الدولة وأنا عم وجهها من بداية الحمل أنه مدام أنت الحل الأمثل إليك والولادة الأمثل إليك هي الولادة الطبيعية أكيد رح تكون عم توثق فيني لما أنا بدي أوجه لأنه أنت أكيد بدك تولدي قيسري بس ولادة الأفضل إليك عن طريق التخدير القطني أكيد كمان رح تكون ثقفيني أكيد فهذا الشي بيلعب فيه دور لتلك الثقة بين الطبيب والمريض وبين رفع السوية الثقافية للمرضى للأمانة نعم تمام هلأ نحنا بدنا نتشكرك على صباحك معنا وعلى هالطل الحلوة معلومات كتير أكيد مهمة حيستفادوا منها الصبايا بس في نقطة كنت بدي أسألك عنها ولو بشكل سريع حكيتي عن موضوع قيصر ونسبة الولادة القيصرية لهذا الاسم ولكن في قصص ثانية تاريخية بيقولوا أنه هاي العملية نسبت لأول دكتور هو بريطاني اسمه جيمس بيري اللي كان أول نجاح عملية قيصرية على إيده لأنه كانت محتمة بهذاك الوقت أنه موت الأم أو الجنين بسبب قلة المعدات والخبر أولا فما بعرف قديل يوم هاي المعلومة يعني هي صاح؟ هلأ الأمانة كلها قصص وروايات بس أنا يعني اللي لفت انتباهي نسب يعني فعلا هي باللاتينية قيصر هي بضع أو شق يعني وهي تتناسب مع القصة ولكن بأحد الروايات قريت أنه أنه والدته لقيصر حضرت أحد فتوحاته يعني نحن عم نحكي شي مئة سنة قبل الميلاد فأشوفي كيف التاريخ يعني عم يمتد هاي فكرة منحكي فيها فأبل كان لما عم بيصير عندي ولادة قيصرية الأم حتما نح تموت يعني ما كان عندي هذيك الظروف الجيدة لهيك أنا قلت هي روايات ما فيني أتأكد أنه هي شي بدنا نتشكرك وشكرا كتير وأكيد لنا نقاءات تانية بصباحات تانية شكرا جزيلا شكرا شكرا لك ولكل المعلومات لقدمتها منتمنى أكيد الصحة والسلامة لكل السيدات الحوامل سواء كان بالإجراء الطبيعي أو بإجراء القيصرية شكرا إليك أهلا وسهلا